شوف بقى محمود شاكر لما يهندس هندسها بقى لا هو يا كريم فيه شخصية كده عند النادي الاهلي هي موجودة دايما بتطلع اول محد يبدأ يوصل احساس للنادي الاهلي انه هو الطرف الاقل قوة او النادي الاهلي هو الطرف الاضعف الشخصية دي بتستنفر في لعبة النادي الاهلي وروح النادي الاهلي وزي ما جمال اتكلم شوف كم النجوم اللي موجودة في العين وفي الهلال وفي كلام ده كله ملايين وكيمة السوفية حيات كلها تفاول النادي الاهلي بيتحول يعني النادي الاهلي اللي كان من اسبوعين مع سيراميكا ومع النادي اللي زمالك في السوبر افريقي مختلف تماما عن الاهلي بتاع المباراة السوبر المحلي والنهارده وحاجة بسيطة جدا اي حد بيجي يتكلم يقولك كل ما الاهلي حقق مكسب كبير اصل بطولة دي تعب اصل دور يا ابتالي افريقيا مفوش طب انت النهارده بتلاعب العين الاماراتي قبل المتش الكلام كان حاجة وبعد المتش اصل العين فريض ضعيف يا جماعة يعني فرقة اسمها الهلال فيها كانسيلو وفيها كوليبالي في الدفاع وفيها سلم الدوسري وفيها كل اللعيبة دي ادوا يعني العين دخل فيهم اربع اهداف النهارده العين مش موجود والعين ما تعليش على الاهلي يعني دي شرطة من زمنا محمد الكرامي وفعنا العين ما تعليش على الاهلي النادي الاهلي النهارده بيؤكد لمرة تانية بص يا كريم فيه اتنين لعيبة النهارده قيمتهم التسوقية بنص قيمة التسوقية بتاعة النادي الاهلي اللي هو لابا كودجو بحوالي خمسة ونص وسوفين روحامي بتمانية وتمانية يعني قلت بتسعة الاتنين دول حوالي ستاشر النادي الاهلي ستاشر مليون دولار ستاشر مليون دولار الاتنين لعيبة بس النادي الاهلي كله حوالي تسعة وعشرين مليون يعني النص ولكن مفيش حاجة قدام النادي الاهلي اسمها أصلاً بلعب من الجوم من العالم المنظومة هي أقوى حاجة جوه النادي الاهلي